ربما فعلا الرسالة موجهة لجيل آخر غير جيلة معي مشكورا الأستاذ عمر كايد عياضة عدو حزب العمال البريطاني من لندن سيدي مرحبا بك أهلا وسهلا ومسائل خير لك وللمشاهدين الكرام أنا اسمي كايد عمر غياضة مرحبا سيد كايد الرسالة الملكية غامضة وأحدثت فضولا عالميا حتى أن البعض بدأ بالقيام بتكهنات وتنبؤات والأسئلة المتدولة على مواقع التواصل الاجتماعي لماذا تفتح الرسالة حتى العام الفين وخمسة وثمانين وماذا يا تورا مكتوب فيها لكن صراحة أستاذ كايد أنا عندي فضول من نوع آخر الرسالة كتبت قبل ستة وثلاثين عاما وهي بالأكيد سرية لماذا الحديث عنها كان مباشرة بعد رحيل الملكة إليزابيتا الثانية ما المقصود من هذه الحركة؟ يعني تبقى هذه الرسالة سرية وغامضة وطبعا فيما يبدو أن هذه الرسالة موجودة في يعني قنينة زجاجية وموجودة في سيدني في أستراليا وطبعا لا نعلم ما هي يعني محتوى هذه الرسالة وقد يعني لا أعلم يعني إذا قد تكون هذه المسألة يعني حقيقية أو مسألة مصطنعة أو لا نعلم حيثيات وتفاصيل هذه الرسالة ولماذا يعني تفتح بعد سنين طويلة من الزمن فيما يبدو أنها إذا كانت حقيقية ستكون يعني عن دروس تعلمناها أو عن حكبة تاريخية تريد الملكة للأجيال القادمة أن يتعرفوا عليها وأن يتذكروا الملكة بعد مرور فترة طويلة من الزمن العالم لديه فضول كبير لمعرفة فحوى ومضمون هذه الرسالة ماذا يقول البريطانيون؟ الشارع البريطاني ماذا يقول؟ يعني يتساءلون عن هذه الرسالة كما تتساءلي أنت وأتساءل أنا وأتساءل كل الإنسان يعني عن فحوى هذه الرسالة وبالتأكيد يعني قد تكون يتندر الناس في هذا الموضوع ويشغل بالها هذا الحديث حتى لا ينسوا الملكة إليزابيث وأنا لا أعتقد بأن الناس سينسوا الملكة إليزابيث يعني بعد فترة قصيرة من الزمن وطبعا هي ملكة حكمت سبعين عاما من الزمن وعاشت ستة وتسعين عاما أيضا وطبعا أي إنسان في العالم طفل صغير في كل العالم تسأليه عن بريطانيا يذكر أولا الملكة إليزابيث ويذكر العائلة المالكة وطبعا هي لا تنسى ملكة لا تنسى وطبعا أنا تفسيري الوحيد لهذه الرسالة هو فقط تذكير الأجيال القادمة بأن كان هناك ملكة اسمها إليزابيث وهذه الرسالة منها ممكن وتعطينا فيها بعض الحكم والدروس الأستاذ عمر كيد عيادة عضو الحزب حزب العمال بريطاني من لندن شكرا جزيلا لك